إن من كمال إيمان العبد أن يأخذ بالأسباب المشروعة المباحة للوقاية من أي وباء ومرض وشر كما أوصى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أبا عبيدة رضي الله عنه بأن ينزل الناس بأرض مرتفعة وهو ما فعله عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه حتى رفح الله عن المسلمين الوباء أيها الناس إن من أعظم أسباب الوقاية والحماية من هذا الوباء ومن غيره من أمراض وأخطار لهي التحصن بالأذكار والأوراة الشرعية التي جاء بها هذا الدين العظيم والذي نفسه بيده من قال موقنا من قالها موقنا بها قاصدا بها التعبد لله أولا وقبل أي شيء فإنه لا يضره معها أي شيء قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء وقال صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان وقال صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله وقال صلى الله عليه وسلم قال الله في حديث قدسي يا ابن آدم اكفني أول النهال بأربع ركعات أكفك بهن آخر يومك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأربع ركعات هي صلاة الفجر وسنتها الله أكبر إنها يا عباد الله تحصينات ربانية عظيمة فيها الوقاية والله بكل وباء ومن كل شر وغيره علينا أيها الناس أن نتعلمها ونعلمها لأبنائنا وبناتنا وأهلنا يحفظنا الله سبحانه بها أيها الناس يجب علينا أن نتوكل على الله في كل شؤون حياتنا وفي كل ما يصيبنا وعلينا أن نبدأ عن القلق والهم والهلع والهلع والخوف المحبط المحسن فوالله الذي نفسه بيده ما جرى على العبد من شيء حتى وقوع الباعوضة على جبينه إلا وقد جرى بها القلم من فوق سبع سماوات وقبل خلق الأرض والسماوات بل وجرى القلم بما هو خير للعبد المسلم في دينه ودنياه فعلى ما الحزن والهلع إذن يا عباد الله ووالله لو كشف الله للعبد ما آلات القضاء والقدر لاختار العبد ما اختاره الله له أيًا كان هذا القضاء فطيبوا يا عباد الله فطيبوا يا عباد الله بالقضاء والقدر نفسه اطمعنوا يا عباد الله لقضاء الله وقدره وتدبيره واختياره تفائلوا يا عباد الله وأحسنوا الظن بربكم وانشروا الفعل الحسن فإن الله سبحانه سيدفع عنا وعن بلاد المسلمين الوباء بل وسيدفع عنا كل فتنة وشر وبلاء اللهم يا ربي إنا نتوكل عليك ونحسن الظن بك اللهم اصرف عنا الوباء وكل بلاء اللهم اصرف عنا الوباء وكل بلاء اللهم اصرف عنا الوباء وكل بلاء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام وسيئ الأسقام يا رب العالمين